اشتركوا في القناة نيب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وإلى شعب البحرين بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى هاتان المناسبتان السعيدتان اللتان تشكلان محطة من محطات الفخر والاعتزاز والتي نستذكر فيها الإنجازات المشرفة التي حققتها المملكة في مختلف مجالات التنمية حتى باتت النموذج الحي لجميع اقطار العالم في التطلع للمستقبل المشرف وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أننا ننظر إلى ذكرى العيد الوطني وعيد الجلوس بعيون ملؤها الفخر والاعتزاز وتجديد الولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة كما أننا نتوقف في هاتين المناسبتين عند المنجزات الحضارية التي تحققت للمملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بفضله ورؤاه الثاقبة لجلالته والداعية إلى الارتقاء بمختلف أركان مسيرة التنمية في المملكة وتعزيز مكانة البحرين على الساحة الدولية وأشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أننا نحرص في كل عام على التفاعل الإيجابي مع الأحداث الوطنية الهمة والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالوطن تاريخا وحاضرا ومستقبل وبالإنجازات التي تستحق في العهد الزاهر للنهوض بالشباب وفقا لعدة أسس تتعلق بثوابت الهوية الحضارية لتراثه الإسلامي السمح وعروبته المنفتحة على الجميع وكيانه الوطني البحريني وتعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني لدى الشباب الذي نعتبره عماد هذا الوطن وبناء المستقبل وتزويد الشباب مبادئ الثقافة العامة في التطور الحضاري للإنسانية في المملكة وأهم منطلقاته بما يزرع التفكير العلمي والعقلي السليم عند الشباب ويعزز نضجه في شتى المجالات وأكد أسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نعيش في ذكرى العيد الوطني وعيد الجلوس عادة غامرة نستذكر فيها الإنجازات الهائلة التي حققتها المملكة على الصعيدين الشبابي والرياضي وأن تلك الإنجازات تعبر عن التطور المتنامي في مردود الحركة الشبابية والرياضية كما أن ذكرى هاتين المناسبتين تشكلان الحافز الأكبر للأسرة الشبابية والرياضية من أجل مضاعفة الجهود المبذولة لصون المكتسبات التي تحققت والعمل بكل جهد واشتهاد من أجل تعزيزها وتطويرها